النظام الروائي بالعراق حقيقة نظام قديم جدا يعني بخمسينيات القرن الماضي إلا ما بعض المناطق حقيقة كانت مغلفة بالخلصان وبالتالي طالما دعينه حقيقة الوزارة المواد المائية وهي جادة في ذلك بالتحول من النظام السيحي إلى النظام المغلق حتى نواجه شحة المياه ونمنع التجاوزات على هذه المياه ولكن وزارة المواد المائية طالما تشكم إلى الأموال لأن هذا المشروع مشروع بخم جدا وبالتالي بدأت هذه الوزارة الآن بهذا المشروع وأصبح المشروع واقعا ولكن يحتاج إلى دعم نظام المغلق سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة إضافة إلى وزارة زراعة استخدمت التقنات الحديثة التي هي الرأي الآن بالتنقيط اليوم لا نمنح إجازه لأي واحد يعمل بستان إذا ما يكون بالرأي بالتنقيط لحتى نحافظ على المياه حقيقة إضافة إلى البيوت البلاستيكية وغيرها إضافة إلى عمليات الرأي بالمرشات المحورية والثابتة اليوم نريد نستخدمها في مجال زراعة الحنطة اللي هو محصوص تراتيجي العالم اللي بدأ يتكالب حقيقة ويمنع تصدير الحنطة إلى دول أخرى وبالتالي ما علينا كعراقيين إلا أن نتكاتف ونستطيع أن ننتج الحنطة بالعراق دون استيرادها حقيقة ونحن قادرين كما في عام 2019 و2020 كأمنا العراقيين وأيضا وفرنا الاكتفاء الذاتي وصلنا إلى 5 ملايين و100 ألف طن وبالتالي العراقيين يحتاجون إلى 4 ملايين و500 هذا أنتاج وفير ترجمة نانسي قنقر